السلام عليكم ورحمة الله تعالى ومشاهد العيسان لدينا فرض من فرض مرحلة الثالثة فرض رقم واحد في الدورة الثانية المستوى الثاني تدائي مادة التربية الإسلامية إذا نبدأ على بركاته الله بعد أداء صلاة الظهر اجتماعات الأسرة حول المائدة لتناول الغذاء فقالت ياسمين فقد درسنا اليوم علامات نبوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وقال أخوها عمر أما نحن فقد تعرفنا على الأعمال التي تفيد في إصلاح المحيط فرض عليهم الأب أحسنتم وقالت الجدة تفضلوا سموا الله وكلوا مما يليكم إذن سؤال رقم واحد أكتب حرف الصاد أمام العبارة الصحيحة وحرف الخاء أمام العبارة الخاطئة إذن صلاة الظهر ثلاثة ركعات خطأ لأن صلاة الظهر أربع ركعات إذن هنا نكتب حرف الخاء صلاة الظهر أربع ركعات نعم صحيح صلاة الظهر أربع ركعات نكتب حرف الصاد وصلي الظهر بعد منتصف النهار بقليل نعم صحيح وصلي الظهر سرا صحيح أقرأ في الركعة الأولى فاتحة فقط إذن في الصلوات نقرأ في الركعة الأولى والركعة الثانية صورة الفاتحة وصورة أخرى يعني ما تيسر من القرآن الكريم يعني اللي حافظ شي حاجة مع صورة الفاتحة يقرأها ضروري في الركعة الأولى والركعة الثانية ولكن في الركعة الثالثة والرابعة إذا كانت الصلاة في أربع ركعات نقرأ الفاتحة فقط مثلا في صلاة الظهر نقرأ الفاتحة في كل ركعة وفي الركعتين الأولتين نقرأ بعدها صورة أخرى من غير الفاتحة أما في الركعتين الثانية الأخيرتين نقرأ الفاتحة وحدها إذن أقرأ في الركعة الأولى الفاتحة فقط إذن خطأ قرأ في الركعة الثالثة الفاتحة فقط نعم صحيح إذن قلت لكم في الركعتين الأخيرتين نقرأ الفاتحة فقط أربط بخط لأحدد علامات نبوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم تضليل الغمامة له وجود خاتم النبوة بين كتيفيه موت والديه وهو صغير ذكر اسمه وصفته في التوراة والإنجيل إذن من علامات النبوة كما درسهم تضليل الغمامة له وكذلك وجود خاتم النبوة بين كتيفيه موت والدي وسغير ليس من علامات النبوة ولكن ذكر اسمه في التوراة والإنجيل هو من علامات النبوة نرس الموالي أضع علامة أسفل الأعمال التي تفيد في إصلاح المحيط إذن هنا بنت تسقي الورود إذن هذا عمل في صالح المحيط إذن نضع علامة وهنا بنت تضع الصباغة بشكل عشوائي على الحائط وهو أمر مخرب للمحيط وهذا كذلك الطفل الذي يتسلق عمود الكهرباء هو عمل مخرب لا يصلح في إصلاح المحيط وكذلك هذو الأولاد الذين يلعبون على الأشجار يعني يتسببون في قصر جدور الأشجار هذا عمل مخرب للمحيط وهذو الأبناء الذين يجمعون الأزبال من الأرض فهو عمل يساهم في إصلاح المحيط إذن نمر السؤال رقم أربعة أربعة ألون خانات أداب الأكل والشرب إذن أداب الأكل والشرب من أدابه أن أسمي الله عند الأكل والشرب إذن هذا من أداب الأكل أحمد الله وأشكره على طعام كذلك أقول الحمد لله عند الانتهاء من الأكل أسرف في الأكل والشرب هذا ليس من أداب الأكل ولا من أداب الشرب أكل من جهتي نعم كل مما يليك كل مما يليك هو من أداب الأكل أمضغ الطعام جيدا أثناء الأكل نعم هذا من أداب الأكل أنفخ في الطعام ليبرد وليس هذا ليس من أداب الأكل إذن لله هنا نقن قد نعنى حسنة لهم نحسن قبل بحول الله شكرا على المشاهدة وبالتوفيق للجميع شكرا